كان الفضل بن مروان وزير المعتصم ظالما غاشما متبجحا بظلمه متجبرا متكبرا دخل عليه الهيثم بن فراس الشاعر متظلما من بعض عماله فصرف وجهه عنه ولوى عطفه فخرج من عنده وهو يقول طفر عنت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل ثلاثة أملاك مضوا لسبيلهم أبادتهم الأقياد والحبس والقتل يعني بذلك الفضل بن يحيى والفضل بن الربيع والفضل بن سهر وقال آخر نصحت فأخلصت النصيحة للفضل وقلت فبينت المقالة للفضل ألا إن في الفضل بن يحيى لعبرة إن اعتبر الفضل بن مروان بالفضل وفي ابن الربيع الفضل للفضل زاجر إذا ازدجر الفضل بن مروان بالفضل وللفضل في الفضل بن سهل مواعز إن اتعز الفضل بن مروان بالفضل إذا ذكروا يوما وقد صرت رابعا ذكرت بقدر السعي منك إلى الفضل فأبق جميلا من حديث تكونه ولا تدعي المعروف والأخذ بالفضل فإنك قد أصبحت للناس قائما وصرت مكان الفضل والفضل والفضل